طيب ركز معايا بقى في الخبر العاجل ده لان الامور واضح ان هي ابتدت تتضح بشكل كبير جدا بقصوص تعارض موعيد بطولة كاس العامل الاندية مع بطولة الامم الافريقية وحقول لحضراتكم الخطاب اللي ارسله النادي الاهلي بشكل رسمي اتحاد المصر الكورت القدم معناه ايه وممكن يدل على ايه بشكل كبير جدا فخلينا نقرأ مع بعض الاهلي يشكر اتحاد الكورة لحل ازم التعارض مونديال الاندية مع كاس الامم زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة في خطاب رسمي ارسلت ادارة النادي اليوم اختابة لاتحاد كورة القدم تؤكد فيه على تقديرها للجهد الكبير الذي بزلوا المهندس احمد مجاهد رئيس الاتحاد لحل مشكلة تعارض موعيد بطولة الامم الافريقية المقامة بالكامرون في الفترة من 9 يناير 2022 الى 6 فبراير 2022 وكأس العالم الاندية بالامارات في الفترة من 3 ل 12 فبراير 2022 وتأكيده ان المنتخب الوطني سوف يشارك في بطولة الامم الافريقية بكامل لعبيه وكذلك فريق الاهلي سوف يخوط فعليات كأس العالم الاندية بكافة لعبيه وذلك في ضوء التصريحات التي جاءت على لسان رئيس اتحاد الكورة لاحدى القنوات التلفزيونية بالامس اللي احنا كنا بنعلق عليها من شوية واشار الاهلي في خطابه الى ان ادارة النادي وهي تصق تماما في تصرحات المهندس احمد مجاهد قامت بابلاغ الجهاز الفني لفريق القرى للقيام بالترتيبات ده حلو اوى الكلام ده للقيام بالترتيب لتحضراته الفنية والبدنية للمشاركة في كأس العالم للاندية اخزا في اعتباره ان الفريق سوف يخود هذه البطولة ومعه كل اللعبي بمن فيهما الدولين واخد بالك من الكلام مركز معنا الحاجات اللي بين السطور لها معنى كبير جدا وهو الامر الذي يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة في كأس العالم للاندية واكد الاهل ايضا على انه يقدر تماما الدعم والمسندة اللي زين قام بهم اتحاد القرى خاصة ان فريق الاهل يقود مونديال الاندية ممثلة للقرى المصرية بل للقرى الافريقية باكملها كلام مهم جدا ومبشر اوي 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 معناه ايه بقى الكلام ده؟ معناه ووضح اوي ان فيه حلول في الافق بل ان كمان فيه حل خلاص تم الاتفاق عليه في انتظار الاعلان الرسمي من خلال اتحاد المصر الكورت القدم وبالطبع من خلال الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي بخصوص هذه الازمة وهذا التعارض اذا كده نبتدي نتطمن شوية وطبعا زي ما قلت لحضراتكم في الاول لو فعلا فيه حل احنا اول ناس حنسقف للمهندس احمد مجاهد وحنشكره وحنحييه تحية خاصة جدا لانه حيبقى فعلا بازل مجود كبير طالما الاهل يبعت بعت الخطاب ده بيشكر فيه اتحاد الكورة والمهندس احمد مجاهد يبقى فعلا فيه حلول خلاص وده اللي احنا قلناه في الاول وقلنا اتكلمنا بالتفاصيل في الاول قلنا احنا يا جماعة عايزين وضوحه وعايزين دليل يتبقى واضح عشان يبقى عارفين دليل ماشي ازاي كده الامور بتدت توضح بشكل كبير قوي وواضح ان فيه حلول بتظهر في الاوفق بان خلاص فعلا زي ما قال المهندس احمد مجاهد فعلا امبارح في تصرحاته ان المنتخب هيلعب بكامل نجومه في كاسة الامة افريقية والاهلي هيلعب بكامل نجومه في كاسة العالم للاندية وده طبعا واضح انه تم التنصيق عليه مع النادي الاهلي وانا عجبني اول جزئية دي اللي في خطاب النادي الاهلي اللي تم ارساله النهاردة لالتحاد المصري كورت كانوا مهندس احمد مجاهد ان الاهلي بيصدق تماما في تصرحات المهندس احمد مجاهد وبالتالي عملت ايه ادارة النادي الاهلي مع الاهلي برضو بيشتغل بقى بيجهز نفسه قالك احنا كمان ها ابلغنا الجهاز الفني لفريق القرى للقيام بالترتيبات والتحضيرات الفنية والبدنية للمشاركة في كاسة العالم الاندية اخزا في اعتباره ان الفريق سوف يخد هذه البطولة مع كل اللعبي بمن فيهم الدوليون وهو الامر الذي يحقق مبدأ تكافر الفرص كده الاهلي خلاص بيجهز نفسه يا جماعة رسميا بإذن الله تعالى بيجهز نفسه بفرقته كاملة ان هم يكونوا موجودين في كاسة العالم الاندية بإذن الله واحد احد يعني ربنا يحميهم بس من الاصابات وان شاء الله نمثل مصر خير تمثيل بل كمان نشرف القرى الافريقية زي ما تعودنا من خلال النادي الاهلي دايما انه بيشرف القرى الافريقية في كاسة العالم للاندية في معظم المشاركات اللي شارك فيها فكلها امور مبشرة وخبر عجل مهم جدا ومفرح جدا وان شاء الله بإذن الله نسمع خلاص بشكل رسمي ده فيما يتعلق به هذه الجزئية ونتفائل كلنا بإذن الله تعالى خلينا بقى ناخد اخبار الاهلي في المواضي